كمان انتو من الوشوش اللي كانت معروفة من قبل كده من قبل حتى التنسيقية في حتى المجالات الخدمية يمكن المجتمعية وحتى الخيرية يمكن احمد وانتو كمان يا مرسل كان لكم دور كبير يعني من بعد كمان التنسيقية بقى في حاجات جديدة احنا بقينا نسمعها انا عايزة اتكلم بالسان المواطن اللي بقى ايه مش عارف قوي يعني عايزة افهم منكو اكتر ابرز اللي كان يمكن اللي استحتنستها التنسيقية خلال المرحلة الاخيرة كانت ايه هي واذا حصل فيها ايه الجديد فيها احمد انا بالنسبة لي الاول صباح الفل على حضراتكم وعلى السادة مشاهدين احنا في التنسيقية شغالين بشكل يعني الموضوع كله بيتم من خلال سيستم السيستم ده بيبقى عندنا السيستم حد من الائي تي وهو عضو مجلس شيوخ النائب علاء مصطفى وعنده الخبرة المحترمة ازاي يقدر يعمل سيستم كل الناس تقدر تمشي عليه بمعنى ايه انا دلوقتي عند زيارات نازل اعمالها مين اللي بيشوف الكصة احنا عندنا عشان تبقى برضو المشاهد عارف ازاي التنسيقية بتشتغل على الارض عندنا حاجة اسمها مجلس اومنة مجلس اومنة دول بيكونوا هما اللي موجودين كستة نواة محافظين ستة نواة محافظين بيقعدوا مع التنسيقية ككل فعندنا امين سر للتنسيقية وعندنا امين سر لتكتل النواب والشيوخ وعندنا حاجة اسمها لجنة المنصقين اللي جان دي بتعمل ايه والبورد اللي فوق ده بيعمل ايه وفكره بيقدم ايه للمواطن انا دلوقتي نزلت روحت عملت سياراتي كوكينا عن التضامن الاجتماعي لأكتر من دار من دور المسنين دور المختربات وي 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 التنسيقية تعرف منين مش على السوشال ميديا تعرف منين ان احمد راح عمل الزيارة الزيارة دي كانت تفاصيلها واحد اتنين تراتة لقى فيها ايجابيات لقى فيها سلبيات المتابعة والرصد بالضبط المتابعة والرصد ده اساس اللي موجود في التنسيقية طيب هل دي لجنة الوحيدة اللي موجودة داخل التنسيقية لا عندنا حاجة اسمها نادي المدربين كان زمين اسمه لجنة التدريب والتطوير بقى دلوقتي اسمه نادي المدربين ايه هدفه نادي المدربين ما اسهل لو كنا بنقول ان احنا نختار الناس اي حد يكون بيقول انا بفهم سياسة اقول له اهنا وسهلا بك تعال نضم للتنسيقية لا طبعا التنسيقية ما بتعملش ده التنسيقية بتعمل اختبارات بتقيس اول واحد مش معلوماته السياسية بتقيس اول حاجة اسمها الجدارات والقدارات والكفاءات الكفاءات بتاعته ان هل هو فعلا متخص لقرار ولا لا هل هو صاحب رؤية ولا لا هل بيتققل مع ظروف بتعقد الاختبارات دي قبلك عملية اللجنة احنا اتفقنا مع احسن شركة موجودة في العالم شغالة على حاجة اسمها اكتشاف المواهب الفكرة ده جي منين شركات الكوربريت الكطاع الخاص بيحققوا نجاحات عشان بيختاروا الموظف الكف في المكان المناسب لياه بيكون من خلال مش عملية انترفيوات فقط لا ده تقييم الكتروني حتى ما بسموهم تالنت بالضبط هي الادارة اسمها التالنت مانجمت اكتشاف المواهب وادارة المواهب طب ده بيحصل ازاي احنا الشركة لما تعاقدنا معاها بقيت تقول لنا انتوا عايزين تاخدوا الكفاءة بتاعة الكيادة هيبقى تحتيها اكتر من كفاءة اللي انا بعرفه ان الشخص بيخش يعمل التقييم الالكتروني فبيطلع للريبورت هدف الريبورت ايه عشان حتى المواطن عايز يعرف لما حتى تعاقدنا مع الشركات وبنعمل تدريبات كتيرة ايه الهدف منها والله ما اسهل ان احنا نحط شخص ونقول ده عنده معلومات سياسية رهيب وحتى كمان معلومات سياسية دوليا ما شاء الله مفيش احسن من كده سينزل على الارض مش هلاقي حاجة مستينزل على الارض المواطن مش عايز معلومات سياسية فقط عايز يقول انت متخد امضيلي على الورقة دي بعد ايزن حاجة حللي مشكلتي فهل الشخص ده تقادر يحللي مشكلة ولا لا كل ده انا عرفه منين حاجة اسمها نادي مدربين نادي مدربين ما شاء الله كلهم منجودين اعضاء من التنصقية واحنا بنتشرف فيهم عشان الخبرات اللي عندهم في كل المجالات اسواء بقى سياسية اعلامية حاجات ادارية كل ما يخص عالم التدريب منجود عندنا في نادي مدربين طيب الناس دي بيتوصل المعلومات ازاي من خلال الريبورتات والتاقيمات طيب برضو هيفيد الدولة في ايه لما الدولة الفترة الجاية تقول والله احنا عندنا ترشحات ليه محافظين نواب محافظين معاونين محافظين او وزراء ان شاء الله في يوم الايام او نائب وزير او اي منصب تنفيذي في الدولة اعرف نقاط القوة والضعف للعضو اقول للدولة مش الشخص دوت كويس وخلاص لا ده انا بديله ريبورت مفصل الشخص دوت ليه تنسيقات رشحه ويبقى في الموقع التنفيذي الدوت ان شاء الله الفترة الجاية فازاي العملية دي بتدور عندنا لجنة اسمها التنظيم ما اقدرش ان نادي مدربين ده يشتغل لوحده في ان يتعاون مع اللجنة مهمة جدا اسمها لجنة التنصيم ازاي يقدر يبعث الرسائل للسادة الاعضاء الجدد السادة المدربين عشان يقدروا يجروا يعملوا العملات التدريبية كمان الزيارات المختلفة اللي بنعملها داخل الجماعات عشان نقدر نتواصل مع شباب الجماعات كل ده بيبقى فيه روح التعاون المثمرة ما بيننا وما بين بعض عشان خطر فعلا ما يبقاش الموضوع حصل تمكين حقيقي الشباب ما هو تمكين حقيقي الشباب ده ممكن في لحظة يقع لو ما فيش سيستم في لحظة يقع لو ما فيش تعاون مثمر ما بين اللجان والتنظيم لما بيشتغل مع اللجانة الاخرى عندنا اللي لازم الناس تعلن عنه اللي لاجنة الاعلامية فلما اللاجنة الاعلامية تعلن عن ان نادي مدربين بيعمل واحدين ثلاثة ان في زيارات مختلفة عندنا حاجة مهمة جدا اسمها لجنة البروتوكولات ايه لجنة البروتوكولات وناس كتير تقولك ازاي تنسيقية شباب الاعزاب والسياسين تروح تمدي بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعي مثلا انتم مفروض جهة الاصل ان انتم عندكم 48 نائب 32 في مجلس النواب 16 نائب في مجلس الشيوخ الاساس متاعكم تشريع واركابي فانتم كتنسيقية راحين تعملوا بروتوكول وعملين لجنة عشان المواطني يبقى عارفه انا ما اسهل معلي ان انا انزل رائب واعمل ادواتي بارلمانية في البرلمان واقول ان فيه مشكلة حقيقية بس اتحلت في خلال قد دي ده الغرض من البروتوكول لما عملنا مع التضامن الاجتماعي وعالنا مع معالي وزيرة التضامن ونتضحنا له وطلع احنا كنواب عن التنسيقية واعضاء في التنسيقية رصدنا واحد اتنين تلاتة عند حضرتك في الوزارة هيتحل في خلال الوقتات دي فالتعاون المسمر ما بيننا خلقنا مبادرة اسمها كلنا بنساعد والهدف الحقيقي منها ان اقدم جودة محترمة وفي وقت انما الناس كانت بتقول زمان ان انا كنت بقعد بالمشكلة بتاعتي بالشهر وفيه ناس بتوصل بالسنة والسانتين ومشكلة ما بتتحلش بقى الحمد لله فيه مبادرة محترمة بقى بين الكيان التنفيذي ممثل في التضامن الاجتماعي وكيان سياسي ممثل في التنسيقية ميكتعب فكري ان لازم يحصل كل ده يعني ميكتعب فكري اه اوكي كلكم مع بعض انا اخد كلمة مهمة زميلتي النائبة مرسال قالتها قالت والله قالت التعاون ما بيننا ومن بعض هو اللي بيخلق نوع من انواع ان فيه حاجة ما تنسكيش رغم ان فيه معارضة وفيه مؤيد احنا دايما بنقول هو اللي بيعارض هو بيعارض لصالح الناس مش بيعارض من اجل المعارضة واللي اكتر من ده احنا برضا عشان يبقى مشادع شايف كل الحالة بتاعت التنسيقية واحنا جوا في المجلس احنا عندنا هيئة مكتب الهيئة المكتب قبل ما احمد فتحي او النائبة مرسال تطلع تقول الكلمة بتاعتها في المجلس بيبقى فيه حاجة مهمة جدا ان احنا بندرس الكلمة عشان مدى تأثرها لما تنزل على صفحات المواصل الطاقة التواصل الاجتماعي ايه اللي هيحصل فيه فتخيالي حقيقي السيستم متاح للكل السيستم مهم لكل واخيرا ان انا اقدر اقولها بالنسبة للجنة التدريب والتطوير انا يعني دايما بقول ان اللجنة دي ابتدت في شخص عظيم اسمه النائب احمد زدان رحمة الله عليه كان نائب عن الفصل التشريعي الاول وده الجميل في التنسيقية ان احنا تعلمنا كلنا نتعلم من بعض فعملنا حاجة اسمها نواب بتفيد نواب نواب بتفيد نواب وحضرتك طبعا يعني شاركت معنا بخبراتك فيها ونواب بتفيد مكاتب نواب فتخيل يا بسانت الرابطة دي لو مفيش روح ما بين الشباب فريق وان احنا كل واحد يقول لا انا اشتغل فيش حاجة اسمها نادي مدربين ما بشتغلش واحده ده فريق عمل نفس النظام فريق عزة التنسيقية تحديدا مع النائب احمد فتحي هي ما فيش نوع من انواع الانا زي ما حالك تقول او النرجسية هو فيه تكامل فيه كل عضو موجود عارف دوره كويس ايه من خلال سيستم موجود يمكن حالك ذكرت زميل واخ فاضل النائب احمد زيدان رحمة الله عليه وايضا النائب علاء مصطفى وازاي بيقدر يساعد كتكنولوجي هي دي فكرة التكامل الموجود انا لو عدتبوا لأساميهم كلهم وكلها جهود زاتية وتطوعية في المقام الاول